اشتركوا في القناة 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 ولفنا الدنيا. ما خصناك قسارة الدنيا معنا ولو برضو تصدرت الحمد لله. ويمكن انت خليت الناس تعرف الاغنية. الحمد لله. هي مغنيها قبل كده. اه اه. ما خدتش نفس النجاح. الحمد لله. لا وهي هي نسانة شطرة وتستاهل ان هي تكون. هي طبعا جميلة والاغنية حلوة. لكن احيانا ان الديو بيصنع نجاح. اه طبعا. ما بتصنعوش النجاح. ما بتصنعوش نجاح الاغنية نفسها. اكي. لمفردها لما المغني صاحب الاغنية يا جماعة. صح. لان هي ببقى جمهورة انا بيفرق طبعا لما بيشوف موسلم بيغنيها. فبيحب زوتي فيها. فكده يعني. الحمد لله كلنا بنساعد بعض وكلنا يعني اسباب لبعض مش اكتر. اه. حاجة نكحة جدا. اه. ومتشاطر فيها. الحمد لله. لسه بتكلم على لفينة الدنيا مع رضا البحراري طبعا. اللي كل الناس بتحبه. اه. كاتفيلم البعبة بتعميل كرارة. احكيي عن ده لانه وجودك في افلام نجحة لنجوم كبار زي امير كرارة وموجود في السينما. ومؤخرا كمان الناس بقت بتهتم بتتراتل مسلسلات. طبعا. وتتراتل الافلام والاغاني اللي بتتغنى في الافلام. طبعا. بتصنع نجاح كمان للفيلم وللعمل نفسه. طبعا. اه. اغنية لفينة الدنيا. انا كان المنتج بتاعها كان نسوس الحمد بدر. اه. يعني هو دايما اللي مسكحة الافلام دي. هو ده اللي مربيني في الصنع دي. فلايته بيكلمني الصبح قال لي انا فيه اغنية فيلم وأمير طلبك بنفسه. فولت له انا يعني اغنية ايها اللي اغنية فيلم البعبة. فطبعا مش في ساعة ده نفس انا بحب الحاجات دي قوي. حتى لو حغني فيها بدون مقابل انا بحب الاعمال بتاعة الافلام وبحب دايما اضيف حاجات فتاريخي من دي. فروحت على استوديو وبتديت انها تم بالاغنية اكتر وكان رضا ادى بها بشكل قويس. يعني انا هو سبحان الله كان صوتنا مع بعض اللي اي جدا. ومعيني ده يعني يعني غير توقعي ان انا انا ورضا. هو كمان انت عارف لما سابوارنا معاك كلم عن عن اغنية البعبة واللي فينا الدنيا. اتكلم عنك بطريقة كلها ايجابية. وهو جميل. وانت قد عمين حالة في الاغنية مختلفة. انا رضا جميل وفنان يحترموا بعدين يعني ليه ليه يعني هيب على المسرح كبيرة اوي. والناس كلها بتحبوا ليه جمهور كبيرة اوي. فانا عملت اللي عليا والحمدلله وانا نجحت. ونجحت بين احنا اللي اتنين. وكسرت الدنيا والحمدلله متسطرت رندي لحد دلوقتي. فده انه نفس فيه ان انا افضل دايما في الخط ده وبعمل حاجات كويسة. مش عايز اعمل حاجة بتخلي الناس تقول ان لا مسلم بيعمل حاجة مش مش هادفيت حد. يعني لو كان فيه اغاني مسلا اتعمل فيها كلام وكان فيها وعملت شوية مشاكل اكيد طبعا. اه اكيد طبعا. اكيد طبعا. ولو عمل حاجة دي كده جت من غزب عني او كنت لسه ما وضحتش الصورة ان انا اظهر في الحتة كويسة. ولما اظهرت فيها فاكيد طبعا كل ده كنت ندمان عليه. لو عامل حاجة مش كويسة. الحمدلله يعني ودلوقتي بفكر في حاجات احسن بكتير. ما شاء الله انت السنة الاخيرة دي انا شاف انه محزوز في اختيارك للاغاني. موفق في اختيارك الاغاني. اكيد مش بس حظ اكيد اجتهد كبير في انك تختار الاغاني. وتكون الاغنية اللي صنعت. اعتقد نجمية مسلم من كلماتك واشتغلت عليها بنفسك بشكل كبير. اه كنت بتكلم عن نشأتك الفنية وانه والدك فنان ووالدتك فنانة. احكي لي اكتر مسلم كان بيعمل ايه قبل ما يغني. والنشأة كان شكلها عاملة زي. انا والله يعني اتبهدلت جدا في مسارتي دي. يعني الحمد لله. وكل ده علمني ان انا ابقى روجل واجه للحياة دي. واقدر اصنع حياة كتيرة قوي. ومش بوقف عند حتة معاينة اوليمة معاين. لا انا اطموحي كبير قوي. وعارف ان في ناس بتحبني وناس مستنية مني. ان اللي عاملو ده حينجح. فانا اتبهدلت جدا يعني انا بدأتها من اول معلش شوين كنت بقى تعيش. ومش مكسوف من ده. انا مفتخر. انا مفتخر ان انا بدأت ده ونجحت وطلعت. وانت بتشتغل الشغلة يعني الوظائف دي. كنت حاطت في دماغك انه انا عايز اغني. انا بس باشتغل الشغلة ده دلوقتي لحد ماوصل. بص حكتب عليك او حكتب عليك وما كانش في دماغي لان انا جيت فترة غنيت وقفت. اه كنت طبعا انا انا البيت كله وانا اتظهرت على البيت فانا اللي كنت متولي كل ده. فانت اللي بتعييه اسرتك. اه فانا ما كانش في دماغي كل ده. ما عندكش رفاهية انك تسيب ده. خالص. وتروح تغاني. بس مرة كده من الله شيء لقيت نفسي بقول لو نزلت القاهرة اديت فرصة لنفسك ان انت تليف وتخش مكاتب. نزلت القاهرة انت اصلا منين. انا اصلا كنت عشي اسكندرية. ام. فا. اعلقت اسكندرية بالمهرجانات. لان انا بشوف مطربين راب ومهرجانات كتير. كتير قوي. اه 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 اه. العلاقة البحري يعني ولا الموضوع اي. لا بتوع الراب اصلا اكترهم من اسكندرية. يعني انا 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 اصلا صعيدي. بس اه والدتي عشيت في اسكندرية وربتنا في اسكندرية. ده مكس عظيم جدا. اه اه ربتنا في اسكندرية. فانا بنزلت القاهرة قلت يعني اخد بقى مسيرة كده شوف. دخلت وبدلت واتكسفت في حق كتير قوي. وناس قلت لي انت مش هتنجح رجع بلدك. حد قالت مش هتنجح صوتك وحش مثلا. قلت ليه مش هتنجح? كتير يعني من ضمن واحد من ضمن الاسماك كان حد معروف جدا بس بلون ذكرت. اه قال لي انت مش هتنجح يا بنروح روح غني بلدك احلى. يعني انت جاءتك ارى ليه. في ملاتك قصده تغني بالسعيدي يعني. لا اللي هو يعني روح روح اسكندرية. اه ارجع مطرح ما جيت. اه يعني هو معناها كده. انا فيش حد ايساعدك. فالحاجات دي بنعاكس على قد ما هيكت بتأثر علي وكت بتخلي مسلا لو لو نزلت دمها واحدة من عيني على الان انا كنت فيه بس علمتني حاجات كتير قوي انا كنت بنالها قدامي. والحاجة دي اللي انا فيه ده مش مش يعني منفراغ. دلوقتي انت بتتكلم يعني عن تعب اللي انت شفته علشان تنجح وتوصل. يخلي الناس كلها متبقاش انت عارف ان احنا دايما بتشوف الصورة اللي منبارة. طبع. بنشوف البني ادم الناجح المنور. صح. انه ما بيبقاش فيه حاجة قبل كده. صح. بتفتخر بكل وظيفة اشتغلتها. طبعا. ما كانتش مناسبة ليك لكن كنت بتجري على اكل عيشك. طبعا. طبعا. تشوف الشباب دلوقتي اللي عنده حلم وشايفه بعيد او نفسه مثلا يعني يشتغل اي شغلان هي دلوقتي بعيدة عن مجاله. لا مش ما فيش حاجة بعيدة يعني. فيش حاجة بعيدة خالص والله بجد يعني انا اللي نفسك فيها تعمله. بس لو اكتهدت ورعاية ربنا في بيتك في حياتك في دنيتك في كل حاجة بجد الانسان ربنا بيبقى دايما كده ببقى ناعد بفتكر حاجة وبقول انا 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 هبقى كده. بس انا عارف ان انا هبقى كده لو انا ساعت للحاجة دي باقصى جهدي وباقصى معندي. اه اللي خلى الناس كتير او توصل لليه عايزاء مش هيخلين انا معلش يعني شاب مش هوصل ليها. وانا لسه يعني سن صغير واكيد في ناس كتير سن ناس صغير نفسها توصل لحاجات احسن. فكل واحد بتعب ومجهوده. اه ممكن ما يكونش حتتك وممكن ربنا مش عايزك فيها. بس ربنا عارف يحطك فين? وربنا عارف انت هتبقى فين? لان هو شايفك كده وكل عادي ليه سبب. وربنا جعل كل حاجة دي بسبب. اكيد. فاحنا ماشيين باللي يقوله ربنا. بس. انت مسلم حس انه الدنيا بتاريت تتحكله. وانه حلمه هيتحقق في الغنو. من اول بقى ما ابتديت بقى ان انا ابت اغني تترات مستسلات. اغني افلام. بسيطة اخش في اعمال مهمة اللي عملت مسلسلت عمحمد رمضان كنت اغني تتري موسى. اه. فمن اول. ده كان اول تتري ليك? اه. ده كان اول بداية لية. من ساعتها وانا بقى كنت متفاجئ جدا ان انا ان شاء الله بقى يعني خطا. مين رشحك لموسى? اللي رشحني كانت انسان صديقي اسمه مصطفى اه شكري. ملحن. اه. هو اللي رشحني للدور ده الصراحة وغنيتها. كان عاجبت محمد رمضان المخرج وعجبت ناس كتير قوي. انه تغني كمان في المسلسل للنجمة محمد رمضان المسلسلات وبتكسر الدنيا. طبعا. والناس بتتعلق بيها بشكل كبير. طبعا. دي فرصة للنجاح عظيمة. فاهم طبعا. اه طبعا كانت فرحان جدا هو نسان محترم متقبل وكانت انا اصلا بغنيها بشكل سعيدي قوي عشان هو كان مسلسل سعيدي. فهي عجبته قوي. من ساعتها بقى. انت من اه بعد كده بقى بعدها اخدني حمد الهلال في المداح. برضو شاركت معا بربعيات فيه. آآ نجحت والحمد لله. فعشان كده من ساعتها هو انا بقى مهتمة بالمجال ده. وبتديت ان انا يعني لو كنت بعمل حاجات مسلا فيها حاجة متعجبش حد قوي. ببتدي عدل. اخد بالي. اه اخد بالي وعدل كل ده. في ناس انت اخدش بالها. على فكرة. مسئولية يعني. اه طبعا مسئولية ولو مش مسئولية. يعني في الاول لو بجرب وهشوف انا هنجح ولا لأ. ما بقاش مركز اوي. لكن لو بجيت نفسي. ما شاء الله ربنا كرمني. طبعا. يحس بقى ان انا فيه مراكم بيسمعوني. طبعا. لازل ما بعرف انا بخط اغاني. فيه فيه اطفال 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 اما حاجة. يعني انا 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 ما بحسش نجاحي غير لما بسمع الطفل بيغني غنيتي. صحيح. فيه اطفال عندهم اربع سنين وخمس سنين محافظين الاغاني. طبعا. فانا ما نفعش اسمع طفل اغنية. وغير كده يعني فيه اصر بتسمعنا. فيه ام فيه اخت فيه حاجات كتير اوي بتسمعنا. فلما بتسمع حاجة زي كده لازم نخلي بالنا من كلمة بنقولها. عشان دي اكيد طبعا بتبقى حاجات محرجة جدا. فانا انا شخصيا انا بتحرج من ده. انا بخلي بالي من كل حاجة. الحمد لله. فهو من دلوقتي كده من ساعة ما عملت بقى كركوبة ولفنة الدنيا واغانية قبلها حتى لما عملت اغنية تجيب كتغنية دي توعية. ام. فيه ناس خدتها. اتفاهمت غلط. اه فيه ناس خدتها بشكل غلط. اه. بس انا والله كنت عملها توعية. انا مش قصدي ان انا اعملها ان انا ده انا بساعد في البتاع. انا حتى في نص الاغنية بقول انا اللي باهد في الصحة وبدمرك مليون مرة. ام. فمن اول هنا انا ابتدت ان انا ابدأ قدم تفايح. ابدأ اعمل حاجة. حتى رات اخت غلط. كان فيه موقف مع النقابة وكان فيه جدل. اه بس ما كانش بسبب ده النقابة بسبب حاجات تانية. بس كان كان اللغنية دي كان عادتني شوف حاجة تيلة. كان فيه ناس اتكلمت فهمت ان الموضوع غلط. وفيه ناس وقفت جنبي. يعني فيه ناس اه طلعت في التلفزيون قالت اللغنية دي بقدمها شاب كويس وشكره فيه. فالحمد لله ان انا كنت برضو آآ مرضي من ناحيتين. بس انا بحاول على الد مدر ابي الناس اعرفوا من اللغنية دي توعية. مش مش للإدمان خالص. لان انا عمري ما هدور حد. انا اصلا بشابش ازجارة. انا ما بقولاش ازجارة ولا لاي في اي حاجة. فعشان كده انا كان نفسي بس ان انا اساعد الشباب اللي دايما يعني بيبقى يدخل في السكة دي. والفن اللغة قريبة. اه طبعا. طبعا اذا كان تمثيل ازا كان هنا فكل كل احد بيقدم رسالته من 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 الوظيفة اللي هو بيقدم. وانت نفسك تمثل على ذكر التمثيل ولا لا? نفسي جدا طبعا. بس ان شاء الله مستني الفرصة اللي تيجي بقى. شايف نفسك فين في موضوع التمثيل ده يعني انت ممكن انت بس لتعمل ايه? اه والله انا اكون ايدي جدا يعني انا مضحك جدا مع البيان. بس عليه فاهم انت بقى بقية التصوير ده بقيت عليه كده فاهمها? هتوصير دي حكي بس. عمري الله. عمري الله. غنيت مع عبد الباسد ياسفر. اه غنيت ياسفر. اه. انت مركز في ديوز لان انا انا شايف ان انت بتعمل ديوز ما شاء الله. كده كده من فترة من سنة اه عملت ديوز كتير حتى الغد دلوقتي بس ابتديت ان انا بقى من اول اغنية تب اقولك. ابتديت ان انا ابدأ اعمل حاجات صولو وارجي اعمل ديوز صولو كده. بس مش مركز دلوقتي اوي في ال ديوز اكتر. يعني دلوقتي بركز ان انا اعمل الابم. انك تنزل. الواحد. اه. انت شايف ان السوق دلوقتي الغنائي اه يعني موضوع الالبمز ده. يمشي فيه ولا الناس اه بينزلوا كل شوية اغنية. مع هو الالبوم ده على حسب. وبعدها تنزل كم اغنية. مع بصي الالبوم ده على حسب. ما هو في ناس بتنزل الالبوم مرة واحدة. ام. لا انا بالنسبة لنا اصوروا وانزلوا على على فترات. انت لسه مصور قلبي صح? اه قلبي. اه. 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 لسه مصور ما اكرم مع انا عقونيت ابي اقول لك. يعني انا برضو ما كنتش متوقع نجاحة. ام. يعني دي حاجة بر اختلاف خلص لغنات بتاعي. براحة تعدي. بس انا قلت اجرب. فعشان كده اقول ليا حد. اه. اه. ده نقول الحمده اللي نجحت. ام. عشان قدمت برضو حاجة كويسة. عشان كده مفيش حاجة صعبة على حد نفسه يعملها. بس ده اللي انا. طب اقول لي محضر ايه كمان بقى الالبوم. وده هيكون الالبوم الاول لك. اه. الالبوم بحضر ان شاء الله مع الشركة بتاعتي شركة روتانا. ان شاء الله يعني شركة كبيرة. فبناعمل حاجات كويسة جدا. ونزلين بها الفترة دي. فانتظرونا ان شاء الله خير يعني. ايوة عايزين نعرف حاجة اكسكلوسوف عن الالبوم. ايه اللي بيحسن. والله هو لسه. انا موالحور لسه ما خلصش اغنية. بس انا لسه بخلص اول اغنية هي فيها ان شاء الله. اه. متعاون فيها معمين. لسه يعني في اغنية اه بيوزعها لي استاذ السلام عبد المنعم. اه. من اه من كلمات والحان يعني شاب لسه جودت. اه. ابتدت بقى اللي انا ابتدي اخد من ناس. فكرة تاني. وانت شباب اصلا يا مصد. اه. انا زيت اخد من فكرة تاني. فقلت فلاش كل حاجة. فكرة تاني. كم كم سنة بالزبط الفكرة تاني. فقلت بقى اجرب كده فهم? وبرضه في اغانية منها كتبتي والحاني وكده. وان شاء الله. يعني انت كمان هتلحن وتكتب في القلب. اه اكتر اغانية هبعملنا انا بعملها يعني. وان شاء الله في حاجة جاية قريبة جدا مع نجم مفضل كل ناس بتحبه هو مكسر الدنيا يعني. ده تتر يعني? لا ده دي اغنية دي بقى. اغنية ديو يعني. اه هتنزل ايه? ان شاء الله قريبة او الشتاء او الصيف ده بس ان شاء الله نلحق. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حين نتمنى لك كل التوفيق. واتبسطنا بوجودك في مهرجان العالمين. وان مش عايز اكتب عايزك انت اللي تختم. ده اشرف. انت بقى تختر لنا حاجة تختم بيها بصوتك. عايز انا اغنية طيب. زي ما انت عايز. وانت عايز اغنية تعبعنا انت بقولك. يلا وين. اههه ههه كتتغالي بس معي هادي كتصعب بس معي سهلا كتجمد بس معي سايب كتتعقلي بس معي قلبي mai need ك спокойすكuy نلورتنا واقصحطنا النهاردة والممبار cours حفلة في مهرجان العالمين. موافق ان شاء الله. مستنيين جديو. مستنيين الالبوم. كل التوفيقه مسلم شكرا لزيار shooting على وجودك معي العالمين.